موسيقى النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع امنية بنك صفوة الإسلامي المناصير للزيوت والمحروقات حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المركزية وكلاء تويوتا وليكزس حوالات مالية فورية مجمع الملك الحسين للأعمال تابعين متابعي طقس العرب الكرام في الأردن أسعد الله أقاتكم بكل خير وصحة نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية للمملكة خلال الفترة القادمة من خلال هذه النشرة الجوية الرئيسية وكما نعلم هي مصورة ومسجلة من المنزل نبدأ معكم هذه النشرة الجوية بالاستراض لأهم محاورة طقس وقعات باستمار تأثير كتل هواية باردة على المملكة خلال ساعة الليلة القادمة ويومها غدا الأحد بما شئت الله مرافقة لمنخفض جوي أو امتداد منخفض جوي تمركز بعيدا عن المملكة إلى الشمال من الأراضي السورية وذلك نتيجة الاستمرار ارتفاع الضغط الجوي في مناطق شمال الجزيرة العربية مما يؤدي إلى ضعف تأثير هذا المنخفض الجوي على جنوب بلاد الشام تحديدا لأردن وفلسطين خلافا للأراضي السورية واللبنانية وبالتالي أجواء باردة مستمرة احتمالية لهطول زخات خفيفة إلى متوسط الشدة من الأمطار في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة الأجواء تميلة للاستقرار مؤقتا يوم الاثنين مع ارتفاع التدريجي وملموس الحارة في حين تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بمنخفض جوي خماسيني جديد مما يعني ارتفاع ملموس الحارة في البداية ارتفاع تركيز الغبار كذلك الحال وعودة الحارة إلى الانخفاض والرطوبة إلى الاتفاع من جديد مع ساعات مساء الثلاثاء وليل الثلاثاء الأربعاء وسنتحدث عنه بمنزيد من التفصيل خلال اليومين القادمين ننتقل معكم الآن لاستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب من حولنا مباشرة لدينا هنا في تقس العرب نراحظ معكم من خلال هذه الصور تواجد لكميات من السحب المنخفضة منخفضة الارتفاع فوق المملكة تحديدا في حين نراحظ معكم وجود السحب الممطرة في أجزاء عدة في غرب أراضي سوريا واللبنانية كذلك الحال إضافة إلى نواحة متفرقة من فلسطين والمملكة لكن معظم هذه السحب فوق المملكة هي من ارتفاع ذات الارتفاع المنخفض غير الممطر ننتقل معكم الآن لإسعارات آخر التوقعات الجوية للفترة القادمة نبدأ معكم بتوقعات الأمطار خلال 24 ساعة قادمة نلاحظ معكم من خلال خرائط محاكاة الأمطار الخاصة هنا في تقس العرب خلال 24 ساعة استمار الفرص الواردة لهطول زخات خفيفة إلى متوسط الشدة من الأمطار بمشيئت الله تعالى في نواحة متفرقة ومحدودة من شمال ووسط المملكة خلال 24 ساعة قادمة نتيجة تأثير هذه الكتل الهوائية الباردة وامتداد المنخفض الجوي ذوء التأثير المحدود على المملكة كما تحدثنا قبل قليل ننتقل معكم الآن لاستعراض آخر درجات الحارة أو توقعات درجات حارة في طبقات الجو المنخفضة من الغلاف الجوي فوق المملكة نراحض معكم هذه الألوان الخضراء الفاتحة والداكنة وتدل على انخفاض درجات حارة دون معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا النقل العامة بين 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثير المملكة بالكتلة الهوائية الباردة المرافقة لتأثير امتداد المنخفض الجوي ذوء التأثير المحدود على المملكة وبالتالي درجات حارة دون المملكة متوقع أن تستمر حتى ساعات نهار غدا الأحد بمشيئة الله تعالى نراحض معكم كما كذلك الحال من خرائط هبات السرعة الرياح والتي تحاكي سرعة الرياح فوق المنطقة تحديدا فوق المملكة استمرار تأثر المملكة بالرياح الغربية إلى الشمالية الغربية خلال 24 ساعة قادمة والتي ترفق بهبات معتدلة إلى نشطة السرعة فوق العديد مناطق اللاسية ومناطق المرتفعات الجبلية كذلك الحال مناطق البادية وتعمل في الأخيرة على إثارة الغبار والأتربة بمشيئة الله تعالى ننتقل معكم الآن لتوقعات الليلة القادمة في العاصمة عمان كما تحدثنا استمرارية للأجواء الباردة في عمو المناطق بما فيها العاصمة عمان والمدن الأردنية مع فرصة ضعيفة لهطول بعض الزخات المطرية المحدودة بمشيئة الله تعالى ننتقل معكم طبعا تكون الأجواء رطبة مع نسب رطبة مرتفعة للغاية في عمان والمدن الأردنية مع فرص لتشكل الضباب في الجبال العالي ننتقل معكم لتوقعات الثلاثة أيام القادمة كما تحدثنا يوم غدا الأحد استمرارية للأجواء الباردة فرصة لهطول بعض الأمطار المتفرقة والمحدودة في أجزاء محدودة بمشيئة الله تعالى من شمال ووسط المملكة يوم الاثنين تميل الأجواء للسقار كما وترتفع درجات الحارة بشكل تدريجي ومنموس نوحظ معكم اقتراب الحارة من حاجز 20 درجة مئوية في العاصمة عمان والمدن الأردنية أما يوم الثلاثة تأثر المملكة بمشيئة الله تعالى بمنخفض جوي خماسيني مما يعني سيادة تدريجية لأحوال الجوية الخماسينية حيث تتفع الحرارة بشكل تدريجي ومنموس نهار الثلاثة كما ويرتفع تركيز الغبار في الأجواء ولا يستبعد هطول زخات أمطار طينية الطابع متفرقة خفيفة الشدة إجمالا في نواحن عديدة من المملكة بمشيئة الله تعالى وما ساعات مساء الثلاثة ليلة الثلاثة الأربعاء يبدأ تأثير الشق البارد لهذا المنخفض الجوي مما يعني انخفاضا من المساء الحارة وارتفاعا كبيرا في نسب الرطوبة وتراجع لفرص الأمطار الطينية مع تحسن أو تراجع تركيز الغبار في الأجواء نتحدث بالمزيد من التفاصيل حول الطقس خلال الأيام القادمة خلال النشرات الجوية القادمة كان كل ذلك حتى اللحظة إلى اللقاء اشتركوا في القناة